بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على شرفة الغلاء اجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا يعجل بنصر الجيش ربنا يعجل بنصر الجيش وعودة السودانيين إلى وطنه مع عزاء لقاء فوق العادة وسريع في آخر تصنيفات للميديا في دول العالم الثالث على وجه التحديد أكثر المحتويات تفاهة وتعري وإساءة للبشرية هي الأكثر انتشارا وانطلاقا ورواجا في الميديا تصنيف مراكز وأقل رواجا هي المواد المعارفية والتوعوية التي تتحدث عن الحقائق الصادقة والصادم لذلك الجميع يهرب من ذاته ومن قضاياه لكي لا يقابلها ويفعل ذلك بالزهاب إلى ما يعرف الانترتينمنت تمشي للمحل في الغنى للمحل في الرجيس للمحل فيها الهايفا للمحل فيها الفارقة عشان تواسي نفسك ودف الكلاصفكيكيشن إنك التمشديد لأنك بتمشي تفتش الصاغط والتافي من القول عشان بتلقى في نفسك يا إنك انت الزول ودي بطريقة عاد ما في دولة بتقدر يتعامل معها ولا في منظومة ولا في حكومة بتتعامل معها ما بتقدر لأنه هذا موضوع فردي إذا انت بتلقى نفسك في التفاة دي حاجة حقتك انت أنا كزول لبرالي ما عندي داخل في الموضوع تمشي وتعمل الانتدار تعمل كبشر لأنني أنا ما أنا مسؤول منك ولا أنا اللي بيكتي بليك أسود والله أبيض هاسنات أو سيئات جنة أو نار غير أو موت ما بعد أشي كل الحاجة أنا بالنسبة لي ما موضوع لكن دي الموازنة انت بتبقى انت اللي بيجي تعيان اللي بتلقى نفسك في التفاهات والنحطات والأحاديث بتحت المنابيس والاختلافات وقاح المدينة لقضيتك التبقى ما حقتي أنا لكن دي قرأت الميديا في العالم من انطلاقات الميديا الأخيرة وامتشارها في كنا نعرف لهشين دي قرأتها في العالم الثالث وكادوا يقولوا السودان هؤلاء الناس لأنه إحنا عندنا المركز عنده بلاسفكاش همنتهى لسه وتصنيف لإحنا كسودانين كيف يدعملنا مع مزألة الحرب والعكسنا مزألة تعاملنا مع الحرب ولجوءنا ونزوحنا وزلتنا ومهانتنا وحكومتنا ومعارضتنا ده كله إدعملنا مع الحدث ده كيف وكيف تعاملت معه الدول الأخرى كمثال حي فلسطينيين مثلا واليهود نفسه كيف يدعملوا مع الحاجات دي وطفحت الميديا بشنو بما هو في إناء الناس وده معيار خطر جدا في مستقبل السياسات بتبني عليه الدول السياسات عشان ما إنت تبني دولتك لازم العقول والناس القاعدين في الدولة المحددة لازم تعرف توجههم كيف بالميديا الميديا دي ما ما تصنع تساكت الميديا دي وراء ناس وراءها شغل كبير جدا وراء سياسات بتاع الدول وراء استعمار حديث وراءها أشياء كبيرة جدا لتما فاهمها وراء تسويق وراء أشياء لا يعلم إلا الله لكن لا السودانيين وهم علماء عارفين عارفين الكلام اللي أنا قدت دكو اللي معروب بالنسبة وراعي ومارفين الخالد عارف الميديا دي جاد لجنو جاد فاهم عشان تضيع نفسك وغاهم القصة دي وراها وكتبنا بوست هنا إنه الشيطان بضرف في الزمن الشيطان عمل الأساسي ما يجيني واحد من الجنالية القصيرة اللي يقول لك الشيطان لا تفعل الشيطان بضرف في تضيع زمنك انت وملهاتك والملهاء هي الفارغة الجارين ورا أن يحتاج يا هدي علمي لها خافي بلها تانية ودعم لك الشيطان الكبير سأكيد تقسموا على قاني بيحتك بيحتك نفسي أيها الشيطان العظيم وكل هالكلام الشغالين في الغربين ده بيشت فيه حتى لأطفالنا على مستوى الميديا دار حضور ودار ناس إيمانهم صادق وواضح مش إيمان تاع أرزقية وقرجين بإيمان الكيزان طيب أنا وصنم ما قال لي صحفيها أنا بقرأ لكم عن مغالة السبعة شواء بكون الناس كلهم قرأتوا ليه قرأنا المغالدة ده ذات السؤال ليه المغالدة دونما المغالة الآخر المكتوف في خطورة السد مثلا ولبترتب على السد الأثيوب شنو في مغالات تكتبت في الهام الجادي في كتب حتصدر في الهام الجادي ده ما شفنا ولا قرأنا قرأنا ده ليه سؤال للناس كلهم اللي قاعدين في الميديا السودانية ده الكلهم إحنا ليه بنقرأ الحاجات اللي في الإثارة ليه بنقرأ الحاجات اللي فيها قضايا بتاعت اختلاف في جنس وقضايا زي دي ليه بندفق فيها وباللمها سريع باللمها في عقونة في مخنا الغاصر ليهن إحنا لما نتشاكل فنانين وفنانين ليه بنكون هناك بالملايين قاعدين لما نينشر أخذ أحد عوظماء الغار الأفريقي لو ما عوظماء العالم ما قال عن خطورة السد البمسح الدولة السودانية ويقول لك أشهر مقولة قالت في في مسائل السد من بداية بناياته إذا ظهر السد أن أقريبها لندرمان حتكون في أسوان هذا الدكتور محمد عبد الحميد الرئيس المتخصص في إدارة الكوارث الأستاذ بالجامعات السودانية شردت الحرب يكون من القلائل في الغارة الأفريقية لو ما واحد واحد يكون الأول في الغارة الأفريقية في دارة الكوارث دعول ألمان قبل فترة فعات الأمم المتحدة في ألمانيا دابيكتب مغال بقرو سبعة لكن يكتب مغال والفقو التعري وجنس و و و و منابيز واختلافات تحفنانين وفنانة تكشف حد فنانة تانية وهكذا إحنا بالمليارات هنا دارتك ملق هايما إنت طيب أول حاجة قبل ما نمشي أي محل نقرأ المغال الناس كلهم أنا بقرأ سريعة وحاول أقرأ منهم التطفات عصب الشارع صفاء الفحل أول حاجة شوف الحركة الإسلامية من تسعة وتمانين وقبل ما الميديا ياخد في كل سودان براحه الناس اللي كانوا بغاتلوا الحركة الإسلامية اسماء معروفة في الليست ناس معروفين اترموا في السجون وقعدوا في السجون ودأزوا كل شيء جوا الناس اللي التحقوا بالميديا حسا قبل أيام قالوا للناس ذي الكيزان والناس اللي كانوا بمرق وكانوا بيكاتلوا في الحركة الإسلامية تقول تمافي أصلا جوجهال ديل وأتت كل الغثاء بعد الثورة دي على مستوى السياسة وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى منتهى لانحطاط كله إلا من رحم ربي لصحفية اسمها صفاء الفحل أنا ما بعرف الصحفية دي قرت وين حاولت أفتش وأبحث الصحفية دي قرت وين موهلة الصحفة شنو بدت تكتب بالصحفة متين علاقة بالصحفة شنو علاقة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد وخاصة علم الاجتماع والشخصية السودانية هل الناس ذي لعندهم دراسات في المحطة دي شوف عشان تبقى صحفة في البلدان دي لابد من إن كتا في حاجات تكون ممتهن من برنامجة تكون زول بتاع المالاجتماع دا نجطه لأن الصحفة دي ما مادة إضافية بتدرسة انت لكن المين بتاعك إنك انت زول عندك إمكانيات دات كتابة إمكانة الكتابة دي مش أنا أكتبها أقرب كانت الكتابة دي عندها مع أعماق بعيدة جدا وثقافات عميقة جدا بنتكلم بالساعات ونظروا دا إذا داني نتكلم عنه عشان يكون في صحفي أو صحفي مؤهل عشان يكتب بالعربي ما تحرف الناس دي الجوا من وين وبصوفي شنو تحكينا زول اللي براني مع الحريات أي زول يكتب أي زول يقول أي كلام لكن عشان ما تأزي المجتمع اللي انت فيه أقرى الحاجة ونجط شغلتك عيشك وجيب وقدمه للناس بيبقى بعدهاك مغنع ونحنا نحترمك ونحترم توجهك ونحترمك كوزول من موجهي الراية العام في سودان ما عرفنا ما لقينا أي حاجة ولا سيرة ذاتية ولا أي حاجة على أساس أنه تشوف مستوى الزلد طيب خلينا نقرأ من غير ظلو هنرجع لتفاصيل القصة شهادة عزرية لفتاة سودانية كوني ممنوعة من دخول مصر بأمر الأمن المصري لا يعني أبدا توقفي عن الدفاع عن أهلي السوداني المتوجدين هناك هي بتتكلم عن نفسها هنا قالت النازل ما لدينا تدخل ممنوعة بأمر الأمن المصري ودي تساؤل هنا طوالي مباشر إذا الكلام ده كتبته هي أنا جايك لي التحقيق من المغال من غير مظلمة سؤال موجه دائرة للأمن المصري بشكل مباشر ونحن صحفية صفاء له حالي ليه لننا تدخل السودان لن نعرف إحنا عادي بنفهم في البوليسيز ونفهم في النظم أي دولة في العالم أنت قدمت ليها لفيزا ورفضتك أنت عندك الحق الدولي أنت تسأل الدولة دي رفضتك ليه لذلك الدولة المتقدمة دي لما ترفض الفيزا بتاعتك بتكتب ليك خطاب كامل بوريك رفضوا الفيزا ليه لأنه في حقوق غانونية إحنا حقوقنا طبعا ما عارفنا إحنا كسودانين حقوقنا ولا عارفنا ولا دارين نعرف إحنا دار نمشي للفارغة لو جا واحد هستتكلم لك عن حقك في تسكرة الطيران بتحت الطيارة دي ولو عافش أكيد آخر تخرت السفريات إنت حقك شنون ما لو جا يتكلم لك في دي أنت ما بتقعد أنت بتجري أنت بتمشي تشوف لك حاجة تانية لو جا زل يتكلم لك في أي حاجة مفيدة إنك إنت عندك حق الطيران دي إذا السفريات حاجتك دي أخرت وإنت عندك في الشنطة دي حاجة مع باقي اتماعي عمل ملايين الضلالات أنت ممكن تاخد كمبانسيشن قدر الحاجة دي بس تثبت إنه في الشنطة بتاعتك اللي تأخرت دي هو أكل عيشك أو بتعمل منه ملايين الضلالات إنتم كسودانيين أقول لكم على البلاطة إنتم مدارين تسمع دا ودي الأغلبية مدار تسمع الحاجة اللي بتثبت لك حقوقك عشان كده إحنا انضربنا في البلدين كيزا ما سكوننا من 89 ويمسكون تاني تالي لأنه إحنا ما عارفين حقنا ولا مستحقنا ولا عارفين ندير المسائل كيف ناسنا قعدوا في البرلمان ما عارفين يديروا المسائل كيف الحركة الإسلامية قلة زلتنا وسحات بينا وتكسرت بلدنا نهاية المشروع ما عمنا هي جهلنا نحن وضحفنا وجمنا نحن كبشر في السوداء نحن بنمر المظاهرات في الأهلية دي قلنا الناس الحي جنبنا بيقعدوا تفرجوا فينا العساكر فلاحدهم بيكسرون بين الجامعة الدراءالية في حمد النيل ومستشفى بحنجة معروح ما بنصد الجنوب والله المعرفة أنا بكرر المركز دي بكرر ألافا مرات والله محل المعرفة المراضي ما قعدت لها زولا نميجي وريك حقوقك الغانونية تسمعوا فلنميجي وريك حقوقك الدبلوماسية وحقوقك الاجتماعية وحقوقك كمواطن وحقوقك في الطيران وحقوقك في كل حاجة في السفر وكل هذا في البلدان اللي انتك عجلين ما بتسمعوا انت أما دار تسمع أسمعوا دار انت أسمعوا لكن أرجو انك ما تنوح أرجو انك ما تبو الحال بلدي تعبان بلدي منتهية بلدي ما اكتما ذاتك انت بلدي أنا منتهي أنا ذاتي منتهي هذا الموضوع لأن مسؤولية البلدان هي مسؤولية جماعية قالت هي وفتح الممارسات الغزيرة التي تتشارك فيها الحكومة المصرية مع حكومة برسودان طوال المغال هنا صنف في الحكومة المصرية دون ما معرفت حقيقة الأمر لسه الموضوع ده غض ما عرفناه وما حنقيفه ما عقيفينه ما عقيفينه اتهمت الحكومة المصرية مباشرة اتهام مباشر وده هو كويس للأشياء اللي تخطت في المغدمة دي إذا هي دي البيت دي كتبت المغال ده أو الصحفية دي كتبت المغال ده في الحكومة المصرية مع حكومة سودانية حكومة برسودان الكيزانية وأخيرا هذه الرسالة التي وصلتني من امرأة سودانية عبر بريد الإلكتروني مدعمة بالأدلة وصور من المكاتبات تشرح فيها مدى الهوان والعار والذي أصاب المرأة السودانية من الحكومة الكيزانية ووزير مالية الفكي جبريل وهي تبحث عن الجباية لتمويل استمرار الحرب وكتائبهم ولو على حساب الشرف والأخلاق السوداني الرفيع طيب ده اتهام مباشر اتهام مباشر هنا نحنا نتكلم من الحيثيات بالعمق الغانوني بعد الزولة رسلت أدانة الجامعة أدانة مصر أدانة الحكومة السودانية الكيزانية بتاعت بورسودان حزب كلامي ده هنا في الغراءة الأولية لك كزول عام زي الزولة بيصف الحكومة القاعدة في بورسودان بالحكومة الكيزانية الكيزانية ده في أمحددة من الناس قاعدين في السودان هسي عارفينه وما عارفين نفسه مدان نتقل في توازح واتهام لأن الحكومة بتاعت بورسودان حكومة الكيزان الغازرين صاكتين دين أه يا معاك أه حكومة بتاعت الكيزان دين حكومة بتاعت كيزان قاعدة في بورسودان ماينا على غير سودان حكومة سودان ولا يجيب قروش وزيجي بايا عشان تعمل بها الحالي طيب الجيبايا بتكون كيف لما نطلعوا الإيصال والبرسودان تحت الحاجة ديقول الحاجة دفعوا عشرات في دولار عشرات في دولار سودانيين أنا شك في المسرح دفعوا عشرات في دولار العشرات في دولار دي إحنا المصريين من عليكم عاد قعدنا معا عندهم سيستيم داخلي دا قروش ما بدو منها زول كان كسر رقبت كان متى قروش السيستيم الداخلي دي ما بدوك منها قريش مغفلين هم هم في أضعف حلقاتهم اقتصاديا لكن انتم كسودانين بتسمع اقتصاد انتم عندكم روح عشر تسمع بها زول بتكلم في الاقتصاد الكلام المر المفيد قريجي التمحل لك وين إنتو دا ما تسمع لكن هسا والله هسا لو طلعنا مثال لصواغط اثنين دخلوا في منافسة أس يكون عارفين السمون وعمرون ونزلوا وين وساكنين وين ولابسين شنون دا عمرو كمو دا عمرو كمو دا اسموا منو وأهلوا منو من ياتو عدة وقاعد في ياتو بلد وقاعد في ياتو مدينة وقاعد في ياتو حي وحقك الخاص انت بتكون ما عارفو ما عارفو لي لأنك انت داير دا وكل الحياة داير لكن حزاري من السودانين يتبقوا أن تحطم بلدهم تكسير خشبا خشبا بواسطة عرب تيه والدنجوي الدين تقول رسالة الأخت السودانية التي تتمزق حزنا جميلة العبارة صحافة جميلة تمزق حزنا بأنها جاءت القاهرة نازحة بعد أن تدمر كل ما يملكون في السرطون جراء الحرب فقدمت لابنتها في جامعة وتم قبولها في إحدى الجامعات المصرية العريقة ما خشفت الورق كده في الجامعات العريقة ديها صرفها ومضت إجراءات التسجيل سالسة وفعلا بدأت الإبن الدراسة وبعدها كان بدأت الدراسة وكل حاجة الفروسس دي يعني ما قبل الدراسة على حسب فهمنا للغة العربية المتواز الجامعة المصرية العريقة مضت إجراءات التسجيل سالسة وفعلا بدأت الإبن الدراسة وبعدها كان لزاما علي أن أقوم بإجراءات الإقامة لي والإبنتي فذهبت للجامعة لأخذ الإفادة لتقديمها لوزارة الداخلية كإجراء طبيعي الجامعة ما بتقبلك من دون إقامة ده البروزيس عادة العارفين أنه نحن في مصر يمكن الموضوع ستغير وما في مدرسة بتقبلك من غير الإقامة الإقامة هي خطوة أولى هي دلورقة الأساسية اللي بتوري إت من قاعد وين الجراية دي ما مرحلة تانية بعد ما يكون عندك إقامة إنتا احتمال تكون الأشياء تغيرت كما تغيرت الأخلاق بالدولة السودانية وتغيرت الصحافة والعجون لأن البلد كلها كيزان وحكم الكيزان في برسودان فذهبت للجامعة لأخذ الإفادة لتقديمها لوزارة الداخلية كإجراء طبيعي ولكني فجئت بالمسؤول إتوا قاعدين أول كيف أنت أبيتنا السودانية الله يرحمكم ويديكم العافية قاعدين كيف في مصر تمشي الجامعة حتى بعدك تعملوا إغامة حاضر لتقديمها لوزارة الداخلية كإجراء طبيعي ولكني فجئت بالمسؤولة تقول بكل استخفاف أمشي سفارتك تديك ورقة لإثبات أن بنتك بنت بنوت هذا الكلام مكتوب من غسين أمشي مكتوب من غسين أمشي سفارتك تديك ورقة لإثبات أن بنتك بنت بنوت أنا ما أعرف المصرين قاعد يقولوا بيت بنوت يقصدوا بها شابة لم تتزوج عزراء بمعنى أن تثبت سفارتنا الموقرة أن ابنتي عزراء وده كلام من الخطورة بمكان جامعة تقول أمشي لسفارتك تديك عزرية وده أفتكر أنه الربطات الصحفية هذه الهايفة خليني أقول إذا كتبت الكلام ده لأنه كلام هايف أنا جاية وما بظلم زول ده معنات الربط مباشر بين الدولة السودانية وهذه الجامعة بمعنى أن تثبت سفارتنا الموقرة أن ابنتي بن غسين عزراء صدمت أنا وضحكت وضحكت هي ولم أصدم وصرقت في وجهها بأنني سأشتكي عليها على اعتبار أن ذلك يعتبر إشانة سمعة لجميع الطالبات السودانيات ولكن للأسف طلع الكلام صحيح ولا إشانة سمعة للسودانيات ولا في أي إشانة سمعة للسودانيات ليس السودانيات كعبات يعني يعني حتى لو طرحوا لك الحائد تكعب قد ننجي في تفاصيل القصرية ما في إشانة سمعة أنا خوفي إشانة السمعة تبدأ بالمغالة الطالبات السودانيات ولكن للأسف طلع الكلام صحيح وأن السفارة لديها هذا الإجراء وهو عبارة عن ورقة مرفقة من خطاب وطبعا بدون أي إجراءات لإثبات أو مقابلة طبيب وكل هذا من أجل أن تدفع مبلغ 1500 جنيه مصري أو ما يعادل 30 دولارا وهو مبلغ ليس بالقليل لشخص في ظروفنا وهي جباية مخجلة تعود إلى تغزية خزينة اللجنة الأمنية التي صارت تلاحق المواطنين لإمتصاص دمهم حتى وأنت مشرد خارج الوطن بعد أن شردتهم بإشعال هذه الحرب اللعينة تطرب على وطن العواطف محترم خاص إحنا السفارة دعاتنا بنخليها الكلام ده ما بيحتمل الجهتين الجهتين وفي ناس كتار هنا ما بتخلوا من الكتب المغال والزولة دي لازم تجيه ما في مدسة هنا وعدها ده ما شغل بتاع دولة كاملة ده شغل بتاع دولة كاملة وشرف دولة ما شرب بيد ولا ولا شرف دولة في المحق تكتبوا ساي ولا بترسلوا أشياء ساي ولا شنو الفهم تصوروا إلى أي درجة من الحطاط وصلت إليه حكومة اللجنة الأمنية الكيزانية لدرجة المتاجرة بشرف المرأة السودانية والمهانة عند استلام الورقة أكبر عندما يخرج مسؤول دبلوماسي لينادي وسط الجميع فلانة الفلانية عزباء فلانة أي الحاجات المتعرفة واتكلموا فيها إذا داير توصف الحكومة الموجودة في السودان وأهانت المرأة وين المرأة باعت في السودان في داخل السودان واقتصبت في داخل السودان دا تخصير الدولة عارفين نهنا مدى السن ولا يحاجة لكن عارفين الأسباب الوصلة الحاجات التي تحصل في مدن وقر السودان شنو فهمين إنو دي دالعالم كله كاتل فيك لزالك تسرب عروتشيه لكل بيت ولكل آمنة في خدرة واقتصبوا داك مفهم دا نفهم كيف عاد وهل تصدق إلى أي مستوى من الحضيط وصلت إليه الدبلوماسية السودانية في الزمن الكزاني شوف السفارة شوف سفارة الناس القاعدين في مصر بطيرنا بخليك أنا ما بخليك السودانيين ما بخلو نعارفين السفارات كزان ووسخ وقزار ومنتع في نغاشدة معروف ولا بن جامل هنا ولا عندنا أي حاجين الحق البركز دا وأنا مع الحق أي مكان طيب يدهمني مجموعة ويدهمني تغارو الأكبار طيب بالنسبة لي سفارة دي لازم نوصلها آخرها لكن لازم تصل إلى الحاجات بالحيثيات وبغض النظر عن الظروف التي عيشها الهاربون من جحيم الحرب العبثية وفقدهم كل الحرب العبثية في كلمات في المغالدة بيتأشر لمنوزول للكتب المغالدة وقصده منوز تابع وين وشكله شنو من جحيم الحرب العبثية وفقدهم كل ما يملكون فإننا لا نسترجع أو نسترجع أو نأمل بل نطالب الحكومة الكيزانية بالإيقاف الفوري لهذا النوع من الجبايات التي تحط من كرامة الإنسان السوداني سكراً كان أم أم أنثى الآن أصح ليس كان أو أنثى سكراً كان أم أنثى وعلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الخاصة بحقوق المرأة الوغوف في وجه هذه الممارسات الكيزانية القزيرة وأخيراً فإنه من المؤسف أن تكون الحكومة المصرية جزء من هذا العمل القزر وأن تطالب مؤسساتها ودوائرها الحكومية بمثل هذا البيان المخجل البيانات المخجلة والتي لا علاقة لها بأصل الموضوع ولكن كما قال المتنبي من يهن يسهر الهوان عليه وما لجرح بميدي إلام والثورة مستمرة والقصاص أمر حتمي والرحمة والخلود من شهداء الجريدة ما بعرف الجريدة شهداء الجريدة ما بعرف الجريدة تهى تهى المغال طيب ما هي الصحيفة التي نشرت هذا المغال أم هو بس مغال على الإسفير الزابح للشعوب السودانية واحد إلى ثلاثة في المياه ماكسيمم المفيد الباقي كله صاقت أين الصحفية كانت كاتبة المغال أين هي من أين تعمل ومن أين تكتب وكيف وهل هي صحفية معروفة أم صحفية مشهودة أنا يمكن الجاهل ما بعرفها يمكن عندها فتشت أنا أمازون فتشت الكتب إن إذا هي عندها كتب مكتوبة فتشت يعني في النيت إذا في كتب مكتوبة أو في مغالات رصينة مكتوبة بالإنجليزية وبالعربية في صحف عالمية في الحياة اللندنية مكتوبة في الواشنطن بوست مكتوبة في فتشت الصحف دي فتشت لأنه أنا مشترك فيها الصحف دي ما فيها الإسم دا ما لقيته أنا كصحفي أو صانع صانع راي متقدم وإذا كان على رأسة الصحافة في السودان زول اسمه عثمان مرغني صحفي تافي في بيئة صحفية أتفى نحتاج نسمع إحنا محتاجين دمغال خطر جدا تاين نسمع من الصحفية لتسجيل على أقل تقدير إن هي الكتبة المغال أو مغال متسوس وهذا أقرب لأنه يكون مغال متسوس عليها هي ذاتة عليها هي ذاتة تقول عنده معا تصفيات إحنا ما وصلنا الحضيد كسودانيين وصلنا الحضيد عندنا في بريطانيا مثال حي خطر جدا تبتلك حيثياته هنتكلم عنه ويزني تهالا هنا وصلنا الحضيد إحنا الأطفال ما طلعناهم من خلافاتنا إحنا ككبار بالسياس ومنتظر الوطن يقبل الوطن بيصغر للأسف الشديد من ستة وخمسين الوطن بيصغر لأنه ناسه ما ماشي في مناهج العلوم ولو ما ماشيت في مناهج العلوم كل ما يزبح صباح كل ما تتدهور وترجع على القرس فاسأل نفسك جرب على الحاجة دي في روحك بس إذا ما كل يوم اتعلمت حاجة كل مرة تتخذر حتى في وظيفتك الصغيرة دي إذا ما عارفت التكريك بتاع وطورت روحك يزول بشكل منك ويفوت نحن طبعا نعلم مدى الانحدار الأخلاقي الانحدرنا له نحن لكننا لسا بيؤمن إن الشعوب السودانية دي فيها معدن أصيل وده قبار عابر بيزهب لكن لا بد من نرجعه كيف القبار ده يتقلع كيف من جسيمنا نحن يتقلع إلا به المعارف والعلوم والمناهج عشان نرجع لأصلنا القوي ومعدننا الأصيل دهو المخلين عايشين على الحياة وده المخلين نتكلم في سياسة وده المخلين أن نسهم في الخارطة السودانية من قدر ما ممكن أن نسهم أبا أضعف الإيمان البروف يعيد لمحاضرة أربع خمس ساحات عشان نقدم للناس سبون فيدي سهلة نقاط مباشرة احتزار للغروف لشعبنا يا أستاذي وهكذا أربع ساحات من الجهد والوجع سهر الليالي عشان يقدموا هذا ربصين تجبه السودانيين الأصيلين ما عندهم خضننا الناس بتمشي الشكلة هو عارف كذا وانعارف لكن من يؤمن بقضية يموت من دونه خليه واصل يتكلمه يجاهره يجتهده يعمل لحوث ومحشان يديك حاجة سهلة خليه ده ممكن يموت من أجله سيما ماتوا أولاد نديل من أجل السودان التراب وطن ينزف وطن ينزف بكل زاوية فيه وطن ينزف من كل مكان وآخر نصفه من القلب الوطن ينزف قلبه ينزف في احتاب الموت نحن في الهايفو وفي الفار سؤال لكل السودانين إحنا منستحق التراب ولا لا أمشي جاوب السؤال ده إذا كنت من الحاضرين جاوب السؤال ده هل إحنا منستحق التراب ولا ما بنستحق لازم تلقى لازم تلقى وتتصالح مع روحك لو مريد تتعالج لو مريد بالهايفو تتعالج تلقى وتتعالج وينزف عركة آخرين بدارات الرجيس وسحات الرجيس وسحات الجوال والسقوط لهم يا الله أسألك أن تفتح بصائر السودانين لترابو ماس أسألك أن تفتح بصائر السودانين لترابو ماس شنفر محروف بعد ما كتلوا أبوه ما في ظهر طالب بدم أبوه مشى لخاله في أقرب الروايات يطأبط شر دربو وقال أنا في دم أبوي أقتل ميا من بني سنوان ميا بداء لغوه كتل تزع وتزعين الشنفر وما زالت زي ما قال الشهر السوداني الأزد تخاف الشنفر قبطوه بالنهاية كثرة العياد قبطوه شنفر وجابوه بالاختصار شديد جدا وقالوا ها هو الشنفر نادوا في القبائل كل من له ثائر فليأتي جاة كل القبائل أزد بن السلامان وكل البيوتات كل لأنه قاتل تسعة وتزعين من الناس لأنهم دي الكتل وأبوه وطل دمه ما ناخذ ولا خد دمه شنفر آخر زغل كتلو هو اسمو حرام بن جابر حرام بن جابر دي عندو ولدو قلبو حار شوية الناس بتفاوضو وغادة القبائل بتفاوضو ما غادة القبائل الاشتراو من ريس الجنجويد ببكاس الصواق عنده شاورو قالو الزلد مننا ويجي مننا خليو قاعد معنا وفارس شنفر يسبغ الخيل عداء يسبغ الخيل جال ولد من وراه وكم وكم وبيتكلم وغادر وقطع يدو اليمين سيف نزفت يدو وقعت بعيد منه وكان فيها شام يدو كان فيها بيت شعر أنا ما مذكر بالضبط ألا بعيد شام وقعت فصل عظام حاجة من الباب ده بقى شعر يعني في يد القطعة يد اليمين وبنزف جماعة القاعدين في الجودية عينوا ليه قالوا ليه أنشد أنشد وما شاعر صاحب اللامية وانت تقول لامية العرب في ملايين لاميات وصاحب اللامية المشهور لامية العرب من أميز الشعر المكتوب قالوا ليه وانشد يد بتنزف السودانيين يد بتنزف ما يد قلب هم بين شام فرح اللي العرب دي الما مسددين العرب لحالب تقول لزول في ها شعر شام فرح قال ليهم إنما النشيد على المسرع تطاحت يده حتى تقتل تسأل أين تريد أن نقبرك قال لهم فغبري هرم عليكم فابشير يوم محامري معامر دي طبعا المرفعين عارفهم هيد دعوه عشان تأكلوا السوام لا لان شي إحنا موقف الدولة السودانية موقف نحرج من موقف الشفرة هزي أن إحنا لا بقني لا برقص لأن وطنك بموت سمحت كلام الشنفرة سمحت بإنما النشيد مع المسرة ده بالدارجة كده أنت بتغني وتنشد وتفرح وتنطد لما تكون في مسرة مش تكون في وطن بزبح واك فالدنيا كله ضده اجتماعات مدورة عشان تمشي الاسلحة عشان تبيدك وتنتهي من ترابك الله رحم الله شنفرة كان رجل فيه الغيف نرجع للقصة تاني أصبح تلميديا والتكنولوجيا محل بث السمون والمواجئ والخلافات لا في أدب بتالخلاف ولا في أدب بتالخلاف ولا في أدب بتأي حاجة كله صغر لذلك وجب علينا وكالمركز وكديدنا المركز هنا إننا نتحر في المغال في البوست في التسجيل نعرف سيد وأول حاجة نعرف حقيقة وأول حاجة ونعرف حقيقة الكتابة واللغة حتى من ثم نخطو الخطوات كلمنا الليلة في اللقاء العاجل ده على أساس أنه نضع بعض النقاط على بعض الحروف وليس كلها لذلك مخافة الله هي ديدنا المركز وديدنا لك إنسان في تعاملين مع القضية السودانية وتعاملين مع أي حديث بتقال منقول مكتوب مسموع لأنه أسس الحاجات ذاتها مشت محل بعيد ممكن بكرة يجيك زول بتكلم أنا ذاتي يقول أدب مختلف نوامنا وممكن بكرة يجيب لك أي زول في أي محل بأي شكل تكلمنا المعرض وليس لذلك يجب أنك حرص هذه الصحفية ما كتبت المغالي واحد فرضية أولى أنا ما وصلت للحاجة الحظ لحظة لا تسجيل منها لأشي مكتوب منها ينفي أو يصدق هذا الحديث إذا فرضية إنها ما كتبت المغالي دابلزم طوالي بشكل سريع جدا إنها تنفي الحاجة لأن المغال دمنا الخطورة بما كان ليس هذه الكلمات البسيطة كلام خطر جدا إحنا عندنا فيه شكلة مع بصر واضحة ما دائر أي كلام خطرة جدا ويدي بيدي أكبر من قعدة في حلائق وشلاتي أكبر من شيلة أراضينا كلام دي إذا حصل يمكن إنه المغال دي كم تسوس والدسيس دي حيكون دا تابعات وقراءات الخطيرة السؤال إذا المغال كتبته أو ما كتبته محتاجين لنا في السؤال من دس هذا المغال ده في جدليتنا ما كتبته من هو المستفيد من دس هذا المغال هكذا مغال خطير هل وصل الخلاف حول السلطة لهذه الدرجة بيننا كسودانين وصن المحطة من هو المتضرر الأول من هكذا مغال ومن المستفيد من هو المتضرر ومن المستفيد من المغال احتمالية كبيرة جدا المغال ده يكون ما تسوس من الكيزان لأنه دي الغزارة بتجبههم هم الغزارة دي بتجبه الكيزان ما في كلامه كيزان دي نحنا كاتلناهم من تسعة التمانين نحنا طلبة سقار ربهاتنا كانوا كاتلوا الوقت ذات شبعونا بكراهية بكراهية الكيزان دي يبقى من كاتل من أطفال نحنا بالحركة ما بعيد منهم ممكن يعملوا حاجة اسوأ منهم المغال ممكن يكون متسوس من الحرية والتغيير بحق رهاتهم زائد القير محكمة القير زكية للكيزان وأنا لا أرجح إنهنا الناس ذي لكون مكتم المغال سيدان أنا لا أرجح الحرية والتغيير الناس ذي أنا بعرفه زملائي زملاء دراسة وتواصل على مسؤول سر فلسا الحرية التغيير خدتم على وجه التحديد ما أفتكر أنا ببعد تماما ما برجحه أصلا فينه يكون يكونوا نازل أنا مختلف معاهم سياسيا لكن اختلافي السياسي أنا مبني على الأخلاق أنا قريت الحاجة دي في السياسة في حاجة ما الأخلاق في السياسة وتعلمتها فأمشي بها بأمشي بمعيار مهما زيت له ومهما قلت ما قلت أنا أستبعد تماما إنه نازل يكونوا دسوا المغال دا ولا عندهم يد فيه لأنها دمى أخلاق حرية والتغيير عشان تصل للسلطة دمى عبدالقفاري الشريف ذاته لكن السيوز بقى شكله تالي ممكن يعملوا الحياة بكلها في الدواير دي لكن ما أفتكر إنهم يمشوا أكثر من دا دا فاهمي الحادي الليلة ويبراكي بالنسبة للناس دي للحرية والتغيير لأي صغير هم وما بيصدوا وكله دا لكن ما بلس فتصوصوا ومساعدها فأنا أرجح الدسيسة تكون من هنا وليسا بنتابع الدسيسة تكون من الحركة الإسلامية الصواق الدين لكن يصل الحد للإساءة ما أفتكر إنه الحرية والتغيير تصل المرحل ممكن يلعبوا من خلف ستار لكنهم ما بيصدوا المحط لما أفتكر وأربى بهم عن ذلك طيب العمغة الغانونية هل هناك مستندات من الجامعة المصرية تقول بهذا الاختبار كشرط وإذا الجامعة المعينة دي هي كشرط جامعة الغاهرة خلينا نقول كشرط وين المستند من الدولة السودانية المسؤالين ها السنة الخارجية كلام دا كبير جدا كلام دا ما لعبة الخارجية الكيزان الصواق الدين مسؤالين أسا دارين إجابة على الموضوع نواك في مع الجيش الله ينصر الجيش أنه لو الجيش دا انتصر هتعرف عقاءة السودانين حكون قصتهم شنو حالكيزان دين إنتا كيزان ألف والجان جويد كيزان القيم مفهوم بالنسبة لينا لكن من في الشعوب السودانية تتعلم وتتسلح بالعلوم والمعارف عشان تقود بلدها صح سؤال غايم هل نحن بنستحق الرابده ولا ما بنستحقه إحنا إذا الدولة السودانية وذي احتمالية برضو لابد من نأخذها معانا إذا طلبت من الحكومة المصرية أو الجامعات المصرية إذا طلبت من الدولة المصرية يبقى الدولة المصرية ممكن من المطار الإجراء دا يكون إجراء حتى دخول ويرطب الدمع الفيزا أصلا عشان تجيبه من السودان العزرية إنت ابتعت الراجل ابتعت المرأة المرأة برضو عنده عزرين لكن ما عنده قشابة برضو أليس كذلك كل بلا شعرينه وخاتينه بالمرأة فالمرأة دي هي الأعظم المرأة دي بعمق مفهوم الكنسيبتال إنجاب عند بعض الهنود لما انتجي بقر ماشا يقيفوا على حينهم العمق هو الإنجاب والعطاء وكتيجي تور ماشي ما لا بشتغل ويش يغلا حتى عنده بكل المستويات دي المرأة دي محلة عالي المرأة دي محلة عالي المرأة دي أمنا المرأة دي بتسمبه بالوطن الوطن الأم سمحته قال الوطن الأب الوطن الأم بيقولوا المرأة دي محلة بعيد ما بيحترم إلا زول محترب وحدث الرسول الكريم الناس كلها تعرف فيه أقوال إنه صعيح ما صعيح لكنه حديث عالي إذا قالوا الرسول الكريم أو ما قال الرسول الكريم حديث عالي ما نكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم المرأة دي محلة عالي قدنا المرأة هي خالتنا المرأة هي زوجتنا المرأة هي بيتنا المرأة هي معلمتنا المرأة هي الحياة دونها لا يستغيم أمر فأرجو إننا نحترم المرأة ونقيمها نختلف معها سياسيا وفكريا وإي حاجة لكن ستظل هي الشمعة التي تحترق للإضاءة وليس الرجل شاف منكم مرأة تنجب ليعرف كم هي عزيزة وكم هي الأم عزيزة على كل أم على كل ولد وبيت على كل رجل وإمرأة ربنا تغبل كل الأمهات في العلياء ويد العافية لحيا من النوم ويش في كل المريضات مرأة هي رأسك أيها الرجل إن لم تعيزة لي سوف لم نكن لك رأس تستند عليه سياسات بتحت الدول لا يمكن أن تملع عليها دولة أخرى السياسات ودي بتعتبر من السياسات الداخلية بتاعات العزريات ودي سياسات الأحوال الشرصية اللي هي في البلدان الأكثر تخلفا وعده احترام لنفسه لأفغان ديل الأفغان وقفوا كشف العزرية يوم سباح تاشر يوليو 2022 وقفوا في حسن عزري وحافظوا على سؤال المأزوم إنه بيسأل للوكيل أو للأمر أو الأب أو الزولة حيعمل العاقيد الشرعي بتاع دين الإسلامي دين الإسلام الحق وليس دين إسلام الكزان بيسألوا عشان يكتبوا بس في الورد إنه بيسألوا إنه هي سيب أم بيك وسمعنا كلنا في قعدنا وتزوجت للمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الثالثة والمرة الثالثة وخامسة بيكتب إنها تزوجت سبق لها أن تزوجت ودي الأسئلة دي بتدور في الدواير دي جاب الأسئلة دي دواير العلوم شنو الجامعات الجاب الدبلوماسية شنو كلام ده جاب شنو هنا الدبلوماسية والسفارة السودانية وحكومة الكيزان في بورسودان يا صفا وحكومة السيسي في مصر القاعدين في حلاي بوشاردين دين الجاب دا للحكومات شنو دين ناس بيقلوا عواطة بقعد فيها دي دولة عندها نظم وسياسات خارجية وكيدا الدخل الموضوع ده هنا شنو دخلوا الكيزان عشان يلقوا قروش مش كيدا كلام دا لازم يتحقق به وغايمة لاتهام احنا ما منحطرد على سياسات الدول لكن زي ما قلت لك دي ما سياسات عندها علاقة بالدولة المصرية دولة المصرية دولة المصرية دولة ألمانية الاختبار دا ما قاعدين يعملوا لبناتهم ولا أولادهم ولا عندهم اكتبارها أولادنا المشهد جامعة دا ليه ما عملوا لهم كشفه احنا في السودان كذا أنا عايز السودانين يفهموا كذا إنه الراجل عنده عزرية والمرأة عندها عزرية ديك فيها غشة بكارة ودي ما فيها غشة بكارة لكن عند الله دي موازنة العزرية الراجل عنده عزرية والمرأة عندها عزرية وأزيدك من الشعر بيت في رجال برستيتيوت وفي نسوان برستيتيوت أما عارف تعرف عشان ما أي بلد عن يقوف المرأة السودانية ربنا ينصر المرأة السودانية وهو قاعد في كورسي عدالي وحطي مغال في كل الصحوف العالمية ذات الاحتبار لو كان الكلام ده حاصل حقيقة أنا ما أفتكر إنه جامعة مؤسسة جامعية أو دولة زي مصر دي من العمق بما كان تفرد وترتكب خطأ زي ده ما أفتكد ما في عقلية أفتكر إنها بتقبل الكلام ده والسوداني ما أخبر بها مستحيل الحاجة دي تكون به التصور ده لكنها بنمشي نحن مع الفرضية ولك الموازنة العقلانية لك انت كسامع وكغارئ للمغالي المسألة دي زمشينا في اتجاهاتك السياسات بتطلب شروط أي سياسة أو بروسيجة بتاعة بوليشيز داخلية صغيرة إن شاء الله في حي أو في مجلس محلي دي بتطلب شروط اللي هي لأنه عمل هو عمل متكامل ده عمل تخصص شوية لما تكون في بوليشي لحاجة محددة دي بتكون مربوطة ببوليشيز أخرى وبروتوكولات وبروسيجة داخلية الحاجة دي زدارينا ورقتها عشان تثبت بتحتاج لمؤسسة طبيبية مؤسسة ولليس طبيب مؤسسة مستشفى يعني والمستشفى دي عنده نظمه والسياسات بتحته بتحكمه وبتحكم تعامل الطبيب مع الناس ديه وبتحكم تساؤل المؤسسة ليه الكلام ده جاب ليه نعمل الإجرادة بتوجهات التوجهات بيجو من وين المفروض تجي من الجهات الغانونية ودهن الارتباط تحت السياسات الداخلية الخطير جدا الكمينكيشن النازل لازم يكون في تواصل بين الجهات دي طلبت العزرية ليه لأي نبيا في مصر طلبت الحكومة السودانية عبر السفارة بايخة بتاعة الكيزان دي هل البصريين ديه بيعملوا الحاجة اللي بتطلوبه منهم ولا بيبشو مع البوليسيز والسياسات حقتهم فسمعة الجامعة حقتهم سمعة الجامعة بيفصلوا فيها طاق كامل طالب لو الأستاذ لو تحرش بطالب تحرش جماعتهم شو بعيد لو لمسه في حتا ما ما المفروض يلمسه فيها هل زلنا ما بيقعد عشرة دقائق الجامعة يفصل ويدخل محاكم ويجيبوا الميديا دي كلها الجامعات دي عندها نظم ما سهلا ما في جامعة بتاعة الدولة الليلة جامعة الخرطوم تملع عليها الحكومة المصرية عبر سفارة ما لمنتم لسفارة دي معناه الدولة الدولة السودانية عبر سفارة ما سفارة ممسيرة الدولة دولة الكيزان دي لها صفا الدولة دي بتملع علي الدولة دي عشان الدولة المصرية تغير سياساتها بتاعة المؤسسة التعليمية اللي هي المفروض تمر عبر النظم والسياسات تحت التعليم في الدولة فزارة التعليم كلها وده بنسى النظم والسياسات في كل الجامعات وده لازم يتغير في كل الجامعات وده بيطلح في الويبسايت تحت غير النظم والسياسات وده بيطلح في الميديا ويعرفوا الطلبة كل الطلبة وبيكون في مكتب مختص وفي جهات بتحرر الأوراق دي وده الكوننشن تاعة البوليسيس نمح القراءات نعاد والأشيات كلها لازم تكون ممهورة بإسم الجامعة وبختمة الجامعة وده ممحلها بعد ورق المروس واختام الجامعة وتوقيحات سادة الجامعة والجهات المسؤولة القانونية الموجودة في الجامعة ومعناتها إذا الحاجة دي حصلت بمنظور بتاح سياسات أنا أبتكري أن السودانين بيملوا سياسات بغض النظر عن السياسة وغزارتها اللاين بتاع الفوليسي المفروض تطبق في مصر ده بغض النظر عن غزارته وسوءه إحنا كدولة بنملي سياساتنا على دولة أخرى اسمها مصر والمصريين بنعينولينا من علن باحتفال أن إحنا وابنفهم في سياسة وابنفهم في أي حاجة عشان كده قاعدين في حلاي وبيزلوا فينا وبرضو إحنا بنشكر فيهم على إنه مستقبل السودانين في هذا الظرف الحرج وبرضو بننبيهم إنه مايرتكب خطأ لأنه في الخمساشر سنة جاية إلى الخمسين عام في أقرب محطة بلدك ما بتشيل ناسك الكيلوم الاسكوين ميتر بتاعك ده ما بشيل السوكان ما بشيلك أكل ما بتلقاو بننصح في المصرين ديل شيلوا سلاحكم وادخلوا مع السودانين ديل كسروا جنجاويد عرب الملاقيت ديل والسودانين البكاتلوا مع الجنجاويد ما تقتلوهم اقتلوا الملاقيت ديل عرب التيه ديل وقتلوا معنا أي دولة دارينا كاتلة لو بتفهم في الполيتيكات لكن بدور دورة الأيام وبيجيك كلامين بقول لك حسنا بعد كم سنة بيجيك وبتشوفوا إحنا أعرف منك السياسة أنا دي قلتها لك هل تضحك علينا إذا هم أرادوا تنفيذ سياسات داخلية إحنا ما مندخل في سياسات الدولة ينفذ السياسات الدارين ينفذوها يعملوا الحاجة الدارين يعملوها يكشفوا على الرجال والنسوان والكبار والصغار والمر المتزوية يعملوا لا إقامة بأقل من الغير متزوية والغير متزوية يعملوا لا إقامة بزيادة دي ما فوليسي حق البلد سوي دار تسويين دا في بلدك الولد من عمره عشرين لثلاثين عمل لي قام بتصور ودفع قروش up to you دي ما بلدك تعمل الإقامة لانت دار تعمل تعمل السيستيمة دار تعمله إحنا ما بندخل هنا لكن المسألة دي هي من الخطورة بمكان إذا المصريين نفذوا سياسات الدولة السودانية في هذا المنحة وده بيحتمل الصواب ويحتمل الخطأ إحنا في انتظار الحكومة المصرية التحدد موقفة من المغالة هذا ومنتظرين ابتداء من الصحفية إن المغالدة حقها ولا ما حقها إذا ما حقها المغالدة بيبقى في ريسيرش تاني وبحث تاني عن منور المغالدة ودار يعمل شنو ودار يصل شنو لها تحيط في ظرف السودان الحرك النازف في وقتنا دي ربنا ينصر الجيش عاجلا عشان تنتهي كل المهازل والمسرحيات دي وتحيا وتصحى الشعوب السودانية على وطن سابت لكي تستعد للمعركة الوطنية الكبرى وهي هزيمة أي كوز وأي بغاية ينجوي في هذا التراب العظيم وأي خاين لهذا التراب العظيم ولأي متعاون مع دولة الإمارات لتحقيق التراب السوداني ربنا ينصر الجيش تحروا الأخلاق أهل الكرام تحروا العلوم وأمشوا مواقع المعارف وأتركوا الهايفا ربنا ينصركم وينصر الجيش السوداني أقعدمونج ولسه قدام الصباح في أمان الله تحروا العلوم تحروا العلوم تحروا العلوم تحروا العلوم